ترجمة نانسي قنقر الموضوع الأول هو الوضع الصحي المأساوي الذي تمر به البلاد بسبب الحصار المفروض عليه والمجلس قد شاهد عينه في الأمس وشاهد مثالاً واحداً على ما يحدث لأطفال العراق والمجلس قد ناقش باستفاضة هذا الوضع هذا اليوم واتخب عدداً من التوصيات التي من شأنها كشف حقيقة الإبادة الجماعية التي تمارس على شعب العراق إذا كانت ترجمة نانسي قنقر 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 إنه ترجمة نانسي قنقر إنه ترجمة نانسي قنقر إنه ترجمة نانسي قنقر أنه يساعد الغرارة إنه ترجمة نانسي قنقر so that the government of Iraq can purchase animal proteins vitamins and minerals that are currently missing from the food basket they have expressed a number of concerns as we understand it and it will have to be discussed probably in New York the report of the Secretary General is due in the next few days and then there will be discussions in the Security Council ولكن مرة أخرى من المتحدث.